الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في قناة Medical Students ان شاء الله اليوم رح نبلش بكورس تخطيط القلب الكهربائي كورس ال ECG ان شاء الله اليوم رح ناخذ المحاضرة الاولى بكورس تخطيط القلب الكهربائي واللي رح تكون Introduction مقدمة عن تخطيط القلب الكهربائي قبل ما ندخل باجواء ال ECG وندخل بمحاضرتنا خلي اعطيكم كم ملاحظة عن هذا الكورس بالبداية للطلاب اللي مشتركين بالكورس رح تنزل لكم المحاضرة بالبداية كتسجيل تشوفوها واي ملاحظة واي سؤال عدكم ورا المحاضرة ورا ما تنزل لكم وتشوفوها حنسوي بها الميت هاي اول نقطة النقطة الثانية انه ال ECG يش ال ECG ليش دا ندرس ECG وين حيفيدنا وين حناخذ ال ECG اول شي ال ECG موضوع مهم حتاخذوه بالفسلجة بالCardio Vascular System Physiology فسلجة القلب يعني حتاخذون ال ECG زيان طبعا ال ECG في موضوع مهم لازم كل طلاب المجموعة الطبية لازم يعرفون يقرون ال ECG مو بس الطبيب حتا الممرض لازم يعرف يقرأ ال ECG فسوينا هذا الكورس حتا نتعلم اساسيات تخطيط القلب الكهربائي ونعرفوها ايضا بعض الكلينيكل اللي تخص ال ECG زيان خلي نبلش بكورس التخطيط القلب الكهربائي ان شاء الله اليوم رح تكون المحاضرة الاولى رح تكون introduction رح تكون بسيطة ما رح تكون طويلة عليكم فخلي نبلش محاضرتنا بالبداية هنا رح نحتي قبل ما ندخل بتخطيط القلب الكهربائي رح نحتي عن ال heart عن ال heart anatomy بالبداية بهذا السلايد رح نحتي عن ال heart fan facts يعني حقائق ممتعة عن القلب هيا فقرة دائما اسويها ببداية المحاضرة نحتي كم معلومة عن القلب او عن التخطيط القلب الكهربائي ECG معلومات عامة معلومات حلوة نبدي بيها محاضرتنا على مدصير المحاضرة ممتعة بالبداية هناش دايقول دايقول ب 1967 the first successful heart transplant was performed in Cape Town South Africa شنو معناتها؟ معناتها انو دايقول ب عام 1967 اول عملية زراعة قلب ناجحة صارت وين؟ بجنوب افريقيا بكيب تاون مدينة كيب تاون هاي اول معلومة فهذا السلايد رح يكون عبارة عن معلومات مفيدة معلومات حلوة معلومات عامة مبلش بيها محاضرتنا وكل محاضرة ان شاء الله رح يكون هيتش السلايد مبلش بيه بمعلومات ممتعة زين المعلومة الثانية ايش دايقول دايقول انو البيبول that suffer from gum disease are twice as likely to have a stroke or heart attack شنو معناتها؟ معناتها انو الناس اللي عانون من القام ديزيز القام ديزيز يعني امراض اللثة التهاب اللثة مثلا امراض اللثة هذولا حيكون عدهم خطر الاصابة بامراض القلب او الجلطة الدماغية رح تكون مضاعفة فهاي معلومة ثانية زين المعلومة الثالثة بتقول انو most heart attacks occur between the hours of 8 and 9 a.m شنو معناتها؟ معناتها انو اغلب heart attacks heart attacks يعني الجلطة القلبية او السكتة القلبية او النوبة القلبية هاي شوكت تحدث اغلب النوبات القلبية تحدث بين الساعة ثمانية الى تسعة الصبح هاي يعني فد معلومة همات مهمة و معلومة حلوة تفيدكم زين المعلومة الاخيرة اللي تقول at one time it was thought that the heart controlled as a person emotions فيقولون follow your heart يعني اتبع قلبك ليش؟ لانا بوقت من الاوقات كانوا الناس يظنون او كانوا والاطباء يعتقدون انه الهارت هو اللي يتحكم مشاعر الشخص يتحكم بالاموشنز بالعواطف ما للشخص فيقولون follow your heart اتبع قلبك امشي ورا اللي يقوله قلبك ولكن بعدين اتبين انه مركز الاموشنز هو صاير بالبراين باللمبيك سيستم راح تاخدون شاء الله بالمرحلة الثانية زين فهسا هنا هذا السلايد مجرد معلومات مجرد حقائق مجرد معلومات ممتعة نبلش بها محاضرتنا طبعا انا طبعي بالشرح انه من احشي السلايد ارجع عيد على السريع حتى خاف احد ما فهم شي او احشي به الشي ممتعة عن القلب قلنا ب 1967 اول عملية زراعة قلب ناجحة صارت وين بساوث افريكا بجنوب افريقيا وقلنا الناس اللي عانون من امراض اللثة عدهم خطر الاصابة بالنوبة القلبية او بالجلطة الدماغية هتكون مضاعفة هذول اهل امراض اللثة تمام قلنا اغلب النوبات القلبية وش وقت الصير بالعواطف ما للشخص فيقولون follow your heart بس بعدين اتبين انه الاموشن السنتر ما الاموشن وان صاير صاير بالبراين باللمبيك سيستم هذا اول سلايد كان مجرد معلومات عامة مجرد معلومات حلوة نبلش بها كل محاضرة هاي الصورة توضح انه الهارت اناتومي احنا دا ندروس ECG تخطيط القلب الكهربائي فكل حاجينا هيصير عن القلب يعني التخطيط القلبي الكهربائي او التخطيط الكهربائي للقلب فانت حتى تدخل وتفتهم الCVS Physiology او ECG Physiology لازم مفتهم كل شي خص الهارت اناتومي فاحنا راح نعتبر انه انتو او انا راح اعتبر انه انتو مفاهمين هارت اناتومي فرح ارجع بهاي المحاضرة لانه هي انتروديكشن راح ارجع اعيد الاشياء المهمة بالهارت اناتومي واللي راح تفيدنا بدراسة الECG فهاي الصورة هارت اناتومي راح ارجع احتيها وافصلها وكل تأشيرة بيها راح ارجع اعيدها بالسلايدات الجاية فخلي نبلش بالبداية الهارت يتكون من 4 من 4 قرف 4 هارت شامبر 4 هارت شامبر يعني 4 قرف انا قبل ما اقرأ هذا السلايد انا طبعي بالشرح قبل ما اقرأ هذا السلايد اشوف صورة عن السلايد احتي اشرح الصورة بعدين نرجع نقرأ فقبل ما نقرأ كل شي مكتوب هنا نشوف هاي الصورة انه هذا هو الهارت شي نشوف دي نشوف انه الهارت متكون من 4 شامبرز من 4 غرف 2 اترية و 2 فينتريكل يعني اوذينين صارين لي فوق وبطينين صارين لي جوه زين الاذينين واحد رايت اتريام اوذين ايمن واحد ليفت اتريام اوذين ايسر والبطينين ايضا رايت فنتريكل بطين ايمن وليفت فنتريكل بطين ايسر طبعا للمعلومة انه ليفت فنتريكل هو اكبر تشامبر بالهارت اكبر غرفة من غرف القلب هو ليفت فنتريكل تمام فهذا هو بداية عرفنا انه الهارت من شون يتكون يتكون من 4 شامبرز 2 اتريا to ventricle بطينين وأذينين الأذينين اللي هما الأذين الأیمن ال right atrium والأذين الایسر اللي هو left atrium ودائما الأترية أو الأذينين يصيرون فوق والبطين يصيرون جوه اللي هما البطين الايمن right ventricle والبطين الایسر اللي هو left ventricle هسه عرفنا هذا الشرح على الصورة رح نرجع نقرأ فأاني دا أقول لكم هذا الحتش يعني أنا بالبداية أشرح بالصورة وبعدها أرجع الحتش اللي حشريته ارجع اشرحه شون ما مكتوب فهذا هو طبعي يعني خاف احد ما شاف محاضراتي سابقا فهو انهيتش يكون شرحي حتى تكونون على اطلاع فهزا مثل ما قلنا الهارت بي فورت شامبرز اربع غرف اللي هي تو اتريا وتو فنتريكل اللي هما الليفت اتريام رايت اتريام لفت فنتريكل ورايت فنتريكل الاذين الايسر والاذين الايمن والبطين الايسر والبطين الايمن لياش الليفت فنتريكل لنخليه بالاحمر دكتور اللي هو البطين الايسر خليته بالاحمر حتى تعرفون انه هو هذا اكبر غرفة من غرف القلب هو الليفت فنتريكل فهايا تقدرون تكتبوها هنا المعلومة قدامه مرات يعني انا اشياء ما اكتبها اقول لكم اكتبوها واني اصلا موضحها مخليه بالاحمر فهو مبين انه هو الليفت فنتريكل هيا طبعا معلومات امشي بيها عالسريع ليش لان انتو دارسيها بالاناتومي واني المفروض ما اشرحها بس لان اعرف انه ناس مدارسة يعني كل المواد صح واعرف انه الهارت يكون بالكورس الثاني واكو ناس متوصلة ومتشرحها بشكل زين فاني ارجع اعيد كل معلومة على مود يكون الاي سي جي واضح على مود من ندخل الاي سي جي انتو تكونون مضبطين كل شي يخص الاناتومي مع الاي سي جي زين عرفنا الشامبرز اوف ده هارت وشرحناها على هاي الصورة بالهارت ايضا اكو اربعة ثانية اللي هي الفور هارت فالف يعني عندي الصمامات الصمامات القلبية عندي اربعة زين قبل ما نقرأ خلنشوف هاي الصورة عن الهارت اللي توضح لي الفالف فالف معناته الصمام الصمام شنو وظيفته او شنو فائته مثلا هنا عندي هذا يا غرفة من غرف القلب مثل مدرسناها هذا الرايت اتريم الاذين الايمن جوه شنوه الرايت فنتريكل البطين الايمن بيناتهم اش اكو اكو فالف صمام الدم من يجي من الاذين الايمن ينزل للبطين الايمن هذا الصمام اذا الدم رات يرجع للاذين بالعكس ما رح يخليه فاذا وظيفة الفالف وظيفة الصمام انه يسمح مرور الدم باتجاه واحد هاي اول نقطة لازم تعرفوها وانتو المفروض تعرفوها من الاناتومي فاذا وظيفة الفالف انه يسمح بمرور الدم باتجاه واحد مثلا هنا انا عندي هذا الفالف اللي صاير هنا بين الاذين الايمن والبطين الايمن اسمه التراي كاسبت فالف هذا التراي كاسبت فالف يمنع مرور الدم من البطين إلى الأذين ويسمح بمرور الدم من الأذين إلى البطين يعني يسمح بمرور الدم باتجاه واحد اللي هو من الأذين إلى البطين من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن هذا من هو؟ هذا التراي كاسبت فالف فإذن عرفنا أن التراي كاسبت فالف هو أول فالف أو أول صمام صمامات القلب صاير بين الرايت أتريوم الأذين الأيمن والرايت فنتريكل البطين الأيمن ويسمح بمرور الدم باتجاه واحد فقط من الأذين إلى البطين زين خلي نشوف كاتب على التراي كاسبت فالف مثل ما تشوفون التراي كاسبت فالف located between the right atrium and the right ventricle مثل ما قلنا وين موجود؟ موجود بين الright atrium وبين الright ventricle ويسمح بمرور الدم فقط باتجاه واحد من الأترية إلى ال ventricle تمام زين الفالف الثاني اللي هو هنا صاير أخوه يسمون المايتر الفالف احفظوا ذنين الصمامة هو التراي كاسبت فالف أحفظوه الميترال فالف سوية الميترال فالف بين شنو و شنو صاير صاير بين الليفت أتريام والليفت فنتريكل أيضا يسمح محمره الدم باتجاه واحد فقط من الليفت أتريام إلى الليفت فنتريكل وهو صاير قلنا بين منه ومنه بين هنا منه هذا الليفت أتريام وهذا الجوه الليفت فنتريكل فهو يسمح محمره الدم باتجاه واحد من الليفت أتريام إلى الليفت فنتريكل هذا منه هذا الميترال فالف زين الميترال فالف خلي نشوف اش مكتوب عليه Located between the left atrium and the left ventricle مثل ما قلنا موجود بين الأذين الأيمن والبطين عفوا بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر هذا الميترال فالف زين خلصنا صمامين من صمامات القلب وقالنا اثنين الصمام الثالث اسمه الأورتيك فالف هذا الصمام الأبهري يسموه بالعربي معناته الصمام الأبهري مثل ما تعرفون الأيورتة أو الأورتة يسمونه اللي هو الأبهر فالف صمامة فالصمام الأبهري اللي هو هذا وين صاير هذا صاير بين the left ventricle بين البطين الأيسر ومنه وبين الأيورتة تشوفون هذا الأيورتة وهذا البطين الأيسر هذا الدم من يروح من البطين الأيسر إلى الأيورتة ما رح يخلي يرجع هذا الصمام فإذن الأورتك فالف يسمح بمرور الدم من the left ventricle إلى الأيورتة ويمنع رجوعها بالعكس هذا هو وظيفة الأورتك فالف وعرفنا بين شنو وشنو صاير صاعر بين Lift Ventrical وبين THE Aortic Valve تمام من اسمه pulmonary valve pulmonary valve صاير بين right ventricle وبين pulmonary pulmonary artery خلي نشوف شكاتبنا عليها pulmonary valve صاير بين right ventricle وبين pulmonary artery طبعا للمعلومة انه الاورتك valve وال pulmonary valve يسموها similar valve فاذا هاي معلومة اليكم تكتبوها هنا اجروا خط بين الاورتك valve وال pulmonary valve وتكتبون دولة مرات الاورتك valve وال pulmonary valve يسموهم سوية يسموهم similar valve شنو معنى similar valve الصمامات الشبه هلالية او الصمامات الهلالية يعني تشبه شكل الهلال فيسموها similar valve واكيد انتو دارسيها بالتشريح بكل تفصيل انا دا احتيها على السريع مثل ما قلت لين اغلبكم دارسيها واغلبكم مفتهمها فاذا على السريع عن عيدها مثل ما قلنا الهارت بي فور فالف اربع صمامات الي هي ايورتك فالف ايورتك فالف وقلنا الاورتك فالف والبلموني فالف شنسميهم سوية سميهم سيمليونر فالف عرفنا الفالف اللي تخص القلب هسا راح ننتقل لموضوع ثاني ايضا المفروض التدارسي وماخذيه بالاناتومي انا داعي هنا بالفيسيولوجي لانه هو ايضا موضوع مهم جدا ويفيدنا بالإي سي جي اللي هو الالكتريكال سيستيم اوف ده هارت شنو معنى الالكتريكال سيستيم اوف ده هارت حتى نفتهم الالكتريكال السيستيم اوف ده هارت خلينا اضرب مثال اخذتوا بالابرلم عضلات مثلا خلينا على عضلة البايسبس او التريسبس يصوي إكسات والترايس bekommt ورلاكسيشن مالتها القلب شلون القلب شلون يسوي كونتراكشن ورلاكسيشن هذا الهارت شون ينبض شون يسوي البيت الضربة مالتها شون ينبض ينبض عن طريق الكتريكال سيستم نظام كهربائي يعني الهارت بمجموعة من العضلات هاي العضلات اللي موجودة بالقلب عضلات متخصصة يعني عضلات إلها وظائف متخصصة واللي هي نقل الكهربائية ما للقلب فإذن خلي نشوف هاي الصورة ده تشوفون هاي اللي بالأصفر هاي مثل الوايرات هاي موجودة بالهارت فقط الإلكتريسيتي اللي هي الكهربائية وحدة من خصائص القلب يعني هسه خلي نشوف هاي الصورة وينها؟ هاي الصورة خلي نقرش مكتوب شكاتبين هنا؟ كاتبين الهارت has its own الإلكتريكال إيمبول so it can continue to beat even when separated from the body as long has its high supply of oxygen يعني القلب عنده الإلكتريكال إيمبول عنده إشارات عصبية خاصة به زين فلذلك القلب رح يستمر بالنبض حتى لو شلته وفصخته من الجسم بس مدام متوفر أكسجين فالهارت رح يستمر بالنبض وسووا هاي التجربة يعني فصخة وقلب بس مو إنسان يعني طبقوها على فئران أو هيت سوالف فشافوا إنه الهارت يبقى ينبض حتى لو فصالته من الجسم ليش؟ بالرغم إنه ما كنها في سبلاي قطعت كل الوايرات كل الأعصاب اللي تيجي للهارت قطعتها القلب بقيم بض ليش؟ لأن القلب عنده إليكتريكال سيستيم نظام كهربائي خاص به هو اللي يولدي الكهربائية للقلب وهو اللي يخلي القلب يستمر بالكونتراكشن وريلاكسيشن هذا اللي حجيته هسه كل نيته بس حتى نفهم شنو هو الإليكتريكال سيستيم أوف ده هارت زين قبل ما نقرأ هاي الكتابة خلينا شوف الإليكتريكال سيستيم أوف ده هارت اللي هو النظام الكهربائي أو نظام التوصيل مع القلب من شنو متكون؟ بتكون من هاي اللي بالاصفر هنالي صير بالاترياườ عليها نسميها س continue سمواها السا ناد شنو هاي السا ناد هاي السا ناد صير بالريت اتيام كموقع موقعها بالريت اتيامه هذال الحاجي اللي داء احصي هاسه المفروض انتو كل مناخليه بالاناتومي زين هاي السا ناد اللي هنا صيرها هاي موجودة بالريت اتيام زين هاي سا ناد مثل المولد هي ساموها بس ميكر жив باس ميكر يعني المولد فهي البيس ميكر اوف ده هارت يعني مولدة الكهربائية للقلب هسه إنت قاعد بيتك ده توصلك كهرباء الكهرباء من ينده تجيك ده تجيك من مولد هذا المولد من ذاته هو ده يولد الكهرباء ويجيبها إليك فإذن هاي الاس اي نود هاي اللي هنا ما متصلة بأي شي هي تولد الكهرباء للقلب هي مجموعة طبعا هي الاس اي نود هي عبارة عن شنو عبارة عن مجموعة من عضلات متخصصة شبكة من الياف عضلية متخصصة موجودة بالرايت اتريم تولد الكهربائية للقلب هاي تعريفها بساطة بالعربي هاي الاس اي نود ولدت الكهربائية الاس اي نود بالقلب حتى القلب يصير لكونتراكشن تقلص وامبساط كونتراكشن وريلاكسيشن شي سوي الكهربائية من تولدت هنا بالاس اي نود رح تنتقل عن طريق وايرات الى الاتريا تمام فرح تغذي كل الاتريا صارت الاتريا تغذت رح تروح وين اكو هنا يسمونه الاف نود تمام عقدة ثانية او نود ثانية ايضا شبكة من العضلات المتخصصة ايضا موجودة موجودة هاي وين صايره صايره بالقرب من الترايكاسبت فالف بصفة الترايكاسبت فالف هاي صايره الاف نود فاذا الاس اي نود وين صايره صايره بالرايت اتريم الاف نود وين صايره صايره بالقرب من الترايكاسبت فالف هاي الاف نود زين الاف نود رح توصل هاي الكهرباء رح تنطيها المن لهذا الواير اللي يسمونه البوندل أوف هز تمام مثل ما تشوفون اسم البوندل أوف هز بعدين هذا البوندل أوف هز وين رح يوصل الكهرباء من القلب رح يتفرع إلى رايت بوندل برانش وإلى ليفت بوندل برانش تمام توزع على مود ليش توزع على مود جزء من عنده يروح للليفت فينتريكل وجزء من عنده يروح للرايت فينتريكل بعدين هذا الرايت بوندل برانش والليفت بوندل برانش رح يتفرع إلى تفرعات أصغر نسميها البركنجي فايبرز تمام فإذا أعيد مكونات الجهاز الكهربائي ما للقلب الاليكتريكال سيستم ما الهارت يتكون من خمس شغلات مثل ما تشوفوها مكتوبة يمكم هنا واحف مية ثلاثة أربعة خمسة وأيضا شرحت لكم ميها على الرسم اللي هي SA نود اللي شنسميها الـ SA نود نسميها الـ Primary Base Maker of the Heart يعني مولدة الكهربائية الأساسية للقلب يعني الكهربائية ما للقلب وين تتولد تتولد بالـ SA نود الـ SA نود هي طبعا مختصر لكلمة ساينو أتريال نود هسا رح أحطيكم الإختصارات فليتستعجنون رح نعيدها أيضا رح نعيد شرحها على صورة ثانية فإلي ما افتهم الشرح ليستعجر رح يفهمها بالأخير واللي ما يفتهمها خلاص يعني على هذا الشرح وعلى هذا التبسيط رح يفتهمها وين بالميت أي سؤال عنده على الـ Electrical System لأنه أعرف أنه بالأناتومي ما يشرحوا زيان هذا الـ Electrical System أهل الفستجة يعتمدون على أهل الأناتومي بشرحها وأهل الأناتومي يعتمدون على أهل الفستجة بشرحها ويضيع من الـ 2 زيان مثل ما قلنا هاي الـ SA نود اللي هي تتولد الكهربائية بيها اللي هي تتولد تولد كهربائية القلب اللي هي نسميها يعني مولدتي الكهربائية الأساسية للقلب من تولدتي الكهربائية هنا بالقلب بالـ SA نود بالـ Right Atrium وين رح تنتقل؟ رح تنتقل للـ Right Atrium وللـ Left Atrium تصير بيهم كهرباء تصير بيهم Contraction و Relaxation تقلص وإنبساط بعدين وين تروح الكهرباء؟ تروح للـ AV نود تمام؟ للـ AV نود بالـ AV نود جنوان صايرة؟ صايرة بصفة لـ Tri-Casped Valve تمام؟ صايرة بصفة لـ Tri-Casped Valve زيان بعد ما وصلت للـ AV نود رح تنتقل وين؟ للـ Bundle Office تمام؟ هذا هو الـ Bundle Office اللي يمشي بين الـ Two Ventricle تمام؟ بين البطين يعني هذا الـ AV نود الـ Bundle Office يعفو يمشي بين الـ Two Ventricle نزلت بعدين رح يوصل المرحلة يتفرع إلى Right Bundle Branch وإلى Left Bundle Branch كل واحد يروح إلى بطين الـ Right Bundle Branch يروح للـ Right Ventricle والـ Left Bundle Branch يروح للـ Left Ventricle بعدين آخر شيء هاي الـ Bundle Branch رح تتفرع إلى تفرعات أصغر سميها الـ Perkinji Fibrous زين على هاي الصورة هم رح نعيد الشرح هذا هو الـ Heart مثل ما تشوفوه وهذا هو الـ Electrical System of the Heart هاي الـ Wire Arts اللي بالأخضر اللي هي عبارة عن مجموعة من عضلات متخصصة مسؤولة عن توليد الكهربائية للقلب مسؤولة يعني عن Contraction و Relaxation وانتقال الكهربائية بالقلب هذه هي ملخص الـ Electrical System of the Heart وانت تتولد الكهربائية تتولد هنا طبعا هنا القلب شوية صاير يعني مو عدل ميلي فهنا صاير الـ SA node هنا وين بالـ Right Atrium يسموها Syno-Atrial Node هنا مكتوبة كاملة ومكتوبة باختصار SA node يعني Syno-Atrial Node تتولد الكهربائية هنا بعدين رح تنتقل وين إلى الـ Atrium تمام تتكهرب الـ Atrium بعدين رح تروح وين إلى الـ Ventricle إلى الـ AV node تمام هذا يسمونا الـ Bundle of His اللي قنا يمشي بين منه بين الـ Two Ventricle بين الـ Right Ventricle والـ Left Ventricle بعدين هذا الـ Bundle of His رح يتفرع إلى تفرعات إثمين اللي هي الـ Right Bundle Branch والLeft Bundle Branch كل واحد يروح الـ Ventricle بعدين بالأخير تتفرع إلى هاي التفرعات الإصغيرونة اللي نسميها البركنجي فايبرس فإذاً بعد معرفنا الـ Electrical System of the Heart خلي نيجي نشوف الـ Components of the Conduction System هو يسمونا الـ Caterical System جهاز الكهربائي للقلب أو يسمونا الـ Conduction System نظام التوصيل للقلب ليش؟ لأن هو مسؤول عن توصيل الكهربائية إلى كل أجزاء القلب فهذا يتكون من خمس شغلات Five Components اللي هي الأولى الـ SA node ليش الـ SA node بالأحمر؟ لأنه إليها اسم خاص يسموها Primary Pacemeaker of the Heart هذا تكتبوه هنا قدامها يسموها Primary Pacemeaker of the Heart يعني مولدة الكهربائية الأساسية للقلب يعني اللي هي رح يصير بها توليد الكهربائية للقلب هاي الـ SA node زيان وراها AV node وراها Pondle Office وراها الـ Pondle Branch اللي هي بيقوسيا Right Pondle Branch و Left Pondle Branch وآخر شيء اللي هي الأصغيرونة الـ Perkinji Fibress تمام هاي هي المكونات Malic Conduction System of the Heart زيان بعد ما عرفناها خلينا نعرف شنو هو الـ Electrical System of the Heart أنا حتشيتها بس هسا رح نرجع نقراها مثل ما قلنا هو عبارة عن الـ Network of Specialized Muscle Cell is found in the Heart's Wall يعني شنو؟ يعني عبارة عن هو عبارة عن شبكة من خلايا عضلية متخصصة Specialized Muscle Cell على خلايا عضلية متخصصة وين موجودة؟ موجودة بالـ Heart Tools بجدران القلب مثل ما شفنا شنو وظيفتها؟ هاي initiate and transmit electrical impulses تولد initiate من هي اللي تولد؟ اللي تولد هي الـ SA node initiate تولد أو تبدي the electrical impulses الإشارات الكهربائية ما للقلب وتنقلها وترانزمت the electrical impulses المسؤولة عن coordinating contraction of each cardiac cycle اللي مسؤولة عن contraction and relaxation ما للكاردياك سايكل والمقصول بالكاردياك سايكل اللي هي الدورة القلبية والأحداث اللي يصير بها هسا رح نشرحها أيضا بالسلايد القادم رح نشرحها إن شاء الله زين هاي اللي group of muscle شو نسميها نسميها Cardiac Conduction System أو نسميها the electrical system of the heart نفس الشي فإذن أعيد هذا السلايد على السريح إنه the electrical system of the heart هو عبارة عن شبكة من special line muscle cell عفو موجودة وين؟ موجودة بال heart walls هاي شنو وظيفتها تولد وتنقل the electrical impulse المسؤولة عن contraction and relaxation حتى Oh رح أسكم if darüber نفسك كل مستمر الضرب بيت يعني الضرب يعني الكونتراكشن وريلاكسيشن تمام حتى لو عزلته وفصلته من الجسم رح يبقى ينبض الهارت ليش لان عنده خاص بمعليه بالأعصاب يعني معليه مثل الأبرلم اللي يجي عصب إذا انقطع هذا العصب بعدها هي العضلة رح يصير يعني إذا انقطع عصب الهارت رح يصير بباراليسز ماكو هذا الشي ليش لان الهارت عنده خاص بي إن شاء الله وضحت الفكرة هس رح نحكي على آخر شي بالإنترودكشن اللي هو الكاردياك سايكل الكاردياك سايكل معناتها الدورة القلبية طبعا هو هذا آخر موضوع بالإنترودكشن عن الإي سي جي طبعا حتى يخلص الإنترودكشن ندخل بالإي سي جي هاي المقدمة اللي حكيتها لازم أحكيها يعني مثلا شخص مدارس الهارت أنتومي مثلا شخص يعني ناسي الهارت أنتومي أو أكو أشياء مثلا مدارسه بصورة صحيحة فعني عدت هذا الإنترودكشن يجي بتخطيط القلب الكهربائي فهو آخر شي اللي رح نحتاجه اللي هو الكاردياك سايكل شنو هو الكاردياك سايكل طبعا قبل ما نحكي شنو هو كاردياك سايكل بالفسلجة رح تدرسون أشياء أنتو لحد الآن أكو قسم من عدكم ما ما أخذي فسلجة خلاص فالفسلجة أكو أشياء رح تدرسوها هي الصير بأجزاء من الثانية وهس تتشوفون هذا المخطط اللي هو كله قدامكم هذا كله يصير بثمان أجزاء من الثانية يعني ثمانية جزء من الثانية فإحنا ندرسه بالتفصيل فالفسلجة تدرس الأشياء بالتفصيل الكاردياك سايكل اللي هو الدورة القلبية شنو يعني الكاردياك سايكل الكاردياك سايكل يعني شو رح يصير الأحداث اللي يصير من ضربة إلى بداية الضربة الثانية باعوا هذا التعريف للكاردياك سايكل شنو هو الكاردياك سايكل اللي هو الكاردياك إفنس That occur from beginning of one heartbeat to the beginning of next Are called the cardiac cycle شنو يعني الكارديك سايكل يعني الكارديك إفنس الأحداث اللي صير بالقلب كارديك الأحداث القلبية That occur اللي تحدث From beginning of one heartbeat من بداية الضربة القلبية To the beginning of the next إلى بداية الضربة القلبية الثانية خلي إيدك على قلبك وتحسس النبض مالتك هتلقى ينبض بين نبضة ونبضة إذا الشخص normal healthy هتلقى كل نبضة ونبضة بينات هشكت 0.8 second يعني ثمانة أجزاء من الثانية فإحنا هاي الكارديك سايكل الأشياء اللي رح ندرسها رح تصير بثمانة أجزاء من الثانية بين ضربة وضربة شح يصير بالقلب رح ندرسه هذا هو اللي نسميه الكارديك سايكل هذا تعريف الكارديك سايكل جدا مهم الكارديك إفنس that occur from beginning of one heartbeat to the beginning of the next يعني الأحداث اللي صير بالقلب من بداية الضربة إلى بداية الضربة الثانية الأحداث اللي رح تصير بهاي 0.8 second شو رح يصير هسه رح نعرفها أول شي هنا رقم واحد هاي طبعا هي ملخص الكارديك سايكل شي حلو رح نشرح على هذا المخطط المرتب بالبداية كاتب هنا برقم واحد الفينوس return to the right atrium يعني الدم رح يرجع إلى ال right atrium إلى الأذين الأيمن رح يرجع هنا 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 بهذا ال right atrium الأذين الأيمن شون يرجع عن طريق هذا اللي من جو ونسمي inferior vina cava والفوق اسمه superior vina cava ذول superior vina cava وال inferior vina cava مثل ما تعرفون بالتشريح وين يفتحون يفتحون بال right atrium فالدم هنا وصل لل right atrium زين وصل الدم لل right atrium بعدين شح يصير؟ الفينوس flow arrives in the right ventricle وصل لل right atrium هو هسه رح ينتقل إلى right ventricle فإذا بالبداية ال inferior vina cava وال superior vina cava وصلوا الدم رجعوا الدم ما للجسم رجعوا وين؟ لل right atrium إلى الأذين الأيمن تمام؟ رجعوا إلى الأذين الأيمن زين بالأذين الأيمن رح يدم يتدفق وين؟ إلى البطين الأيمن إلى left إلى right ventricle تمام وره هش راح يصير؟ من right ventricle الدم رح يطلع عن طريق البلموناري آرتري هذولة الأثنين بلموناري آرتري رح يروح وين؟ لللانكس ليش يروح لللانكس؟ لأن الدم اللي رجع للجسم رجع عن طريق السوبيري وينفيرير 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 فينا كافا هنا رح يرجع هذا يعني ما بي أوكسجين دم الراجع للجسم هو عبارة عن ويست به نفايات فرح يروح لللانكس حتى يصير لأكسجينيشن حتى يتشبع بالأكسجين حتى يجينا الدم اللي نحتاجه أو يحتاجه الجسم فإذن هنا الفينس مثل المكاتب هو الفينس بلود الدم الوريدي اللي رجع عن طريق السوبيري وينفيرير فينا كافا وين رح يروح؟ Ascent in the lungs رح يروح لللانكس عن طريق شنو؟ عن طريق البالموناري آرتري اللي هو هنا هسوين بالرائت فنتريكل رح يروح للبالموناري آرتري إذا تذكرون شنو اللي هنا الصمام اللي موجود بالموناري فالف والصمام اللي هنا موجود بين الرايت أتريم والرايت فنتريكل من جي الدم من الرايت أتريم إلى الرايت فنتريكل هذا الترايكاسبت فالف تمام؟ ينفتح الصمام ويدخل الدم وما يصير يرجع ليش يعني الصمام وظيفته يمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس تمام؟ هسه رح الدم للرائتين عن طريق البالموناري آرتري صار الأوكسيجينيشن يتشبع بالأوكسيجين رجع الدم محمل أوكسيجين after oxygenation in the lungs بعد ما صار الأوكسيجينيشن باللانكس رح يرجع الدم عن طريق أيضا بالموناري فينز تمام؟ أربعة بالموناري فينز اللي دولة ثنين مننا وثنين مننا رح يرجعون وين يفتحون؟ يصبون بالليفت أتريوم تمام؟ فإذن after oxygenation in the lungs the blood شوفوا اسمه هنا سمه ريد بلود لسمه ريد بلود صار دم أحمر صار دم مشبع بالأوكسيجين فسمه ريد بلود رتينز توين تو ذا ليفت أتريوم رح يرجع إلى الليفت أتريوم رجع الدم إلى الليفت أتريوم زين وراه هو رح يوصل رح يوصل إلى الليفت فنتريكل عن طريق صمام هنا صاير بيناتهم سمي مايترال ظالف اللي قلناها صاير بين الليفت أتريوم والليفت فنتريكل فالريد بلود arrive in the left ventricle يوصل إلى الليفت فنتريكل بعد ما يوصل إلى الليفت فنتريكل أكو بين الليفت فنتريكل والأيورتة أكو فالف اسمه وورتيك فالف رح يطلع الدم من الليفت فنتريكل يروح للأيورتة اللي هو الأبهر وهذا الأبهر الشريان الرئيسي مثل ما تعرفون بالجسم اللي رح يوزع الدم إلى كل أنحاء الجسم هاي ملخص للكاردياك سايكل هذا الشي اللي حجيته هسه كل إيته من دخل الدم من السوبرير فينا كافا والإنفيرير فينا كافا وطلع عن طريق الأيورتة هذا كله يحدث بـ 0.8 second تمام؟ بـ 8 أجزاء من الثانية تمام؟ وقلنا شنو هو الكاردياك سايكل الدورة القلبية إنه هي الكاردياك إفنس الأحداث اللي تصير بالقلب من بداية من البيجيني من البيجيني من البيجيني من البيجيني من البيجيني من البيجيني هاي نسميها الكاردياك سايكل باعوا هنا النقطة الثانية ده يقول each cycle is initiated by spontaneous generation of action potential in the S-A node بالـ sinus node سموها sinus node أو sinus atrial node أو S-A node نفس الشي فإذن كل كاردياك سايكل شون تبدي لازم أول شي هاي المولدة تشتغل تولد الكهربائية للقلب على موضي يصير الcontraction والrelaxation فلازم هاي اللي بالأزرق الـ S-A node لازم تشتغل فـ each cycle شوقت تبدي initiated by spontaneous generation تمام يعني توليد تلقائي للـ action potential بالـ S-A node الـ action potential مصطلح حتشبعون من عنده بالمرحلة الثانية بالفستجة كل منظوع وحجة الـ action potential وحجة الـ action potential حجة الـ depolarization حجة الـ repolarization action potential depolarization repolarization حنشرحها بالميت على مو تتوضح لكم بكل تفاصيلها تمام فإذن الـ action potential يعني حتتولد كهرباء باختصار حتتولد كهرباء بالـ S-A node اللي يريد يفتهمها هسا ولكن تفصيلات الـ action potential والـ depolarization والـ repolarization اللي رح تسمعوها كل يومية بالفستجة حنشرح إن شاء الله بالميت زين الـ cardiac cycle هنا هم حاجيلي عليها هنا كل نقطة رح حتشيها تعتبر مهمة بالـ ECG فهي النقاط الأربعة اللي رح حتشيها هنا كلش مهمة بالـ ECG رح تفيدنا كلش بالـ ECG زين The two atria contract at the same time هذا الشي لازم تعرفوه إنه الـ right atrium والleft atrium والأذين الأيمن والأذين العيسر من يتقلصون التقلص مالتهم بـ contraction رح يصير بنفس الوقت تمام من يتقلصون ورح يروح الدم منعدهم رح ينزل إلى الـ right ventricle وإلى left ventricle زين الـ right ventricle والleft ventricle أيضا التقلص مالتهم رح يصير بنفس الوقت تمام تمام فهسا خلينا نقرأ تمام فإذن الـ atrium وثنين أتهم والأذينين رح يتقلصون بنفس الوقت then they relax while the two ventricle simultaneously contract يعني همات رح يصير بهم استرخاء والـ two ventricle بنفس الوقت simultaneously يعني بنفس الوقت رح يتقلصون التو ventricle تمام الـ contraction phase of the ventricle chambers is called systole الـ contraction يسمونه systole والريلاكسيشن يسمونه diastole هاي مصطلحات لازم تعرفوه فإينا التقلص contraction سمونه systole وريلاكسيشن diastole أعرف مرة عليكم وأعرف تعرفوه بس لازم أحتيها بين هاي الجزء ومن المحاضرة الأولى يعتبر introduction هسا رح ندخل بالـ ECG زين as the normal heart rate بالnormal heart rate تعرفون أنه heart rate معناته معدل ضربات القلب heart rate هذا المصطلح معناته معدل ضربات القلب normal healthy person يعني شخص الطبيعي الشخص الصحي جد أنه heart rate من 60 إلى 100 pit per minute كل دقيقة من 60 إلى 100 ضربة هذي أيضا نكتبوها يمكم فالكارديوكسيكل الوحدة 0.8 second تمام 0.8 second تمام فإذن الدورة القلبية الوحدة 0.8 second والnormal heart rate قلنا شخص معدل ضربات القلب الطبيعي من 60 إلى 100 pit per minute لهنا خلص كل شي يخص الintroduction إذا تذكرون خلي نرجع الراجع حتينا بالintroduction بالبداية حتينا heart fun facts حقائق ممتعة عن القلب وعرفنا أربع حقائق وجينا هاي الصورة عن heart anatomy شرحناها بكل تفصيل بالchambers 4 heart chambers أربع غرف ما للقلب شرحناها بعدين شرحنا الفالب الصمامات الأربعة ما للقلب بعدين شرحنا electrical system of the heart ومكوناته وعرفنا شنو نظيفته وآخر شي حتينا cardiac cycle وعرفناها لهنا راح نتوقف حتي يكون وندخل بالكورس مالتنا بكل تفاصيل إن شاء الله نلتقي بالبرت الثاني من المحاضرة الأولى